اشتركوا في القناة بلشنا نشهد تحولات كتير شركات بتقلك انتروا تنشوف كيف الاسعار انتروا طي يطلع اشياء انون جديد يمكن نعرف على اي سعر رح ناخد بوليسة التأمين رح نسعرها خبرنا شوي شو الوضع حاليا هني فعلا ستقليد شركات التأمين متل كل التجار بالابنين حتى الصناعيين اي قطاع بالابنين هل لا ضايع مش عارف حالو اي اساس بده يسعر مش لان ما بيعرف بالانون كيف فيه له حق يسعر لا لانه مش قادر يضلوا يحافظ على الكليانتال طبعه على زبائنه لانه كمان الادرة الشرائية عند الناس خفضت كتير يعني اذا بدهم يجوا يطالبوا بالدولار على السوق الحر ويلي هو القانون لانه ما في شي اسمه سعر رسمي ورح نحكي عن الموضوع كمان كيف قدي بده يضل عنده الناس تقدر تدفع هاي المشكلة والمشكلة الاكبر كمان انه شركات التأمين لما كانت عم تقبض على دولار الف وخمسة من السنتين السبقتين نعم كانت عم بتغطي على اكتر من الالف وخمسة لانه ما كانت دولار الف وخمسة اكيد في كتير سكروا بهذه الفترة ما في شركات تأمين سكروا يعني خففوا كتير حصروا كتير باولستبعون مزبوط في البعض حصروا باولستبعون في البعض هلا يعني عم بشوفوا شو بدهم يعمل يمكن يعملوا دمج يمكن بس تب هيدا اكيد لانه كيف بدك شركة التأمين عم تقبض دولار الف وخمسة بتغطيلك ان كان بالاستشفى او بالسيارات بالحوادث بتغطيلك على عشر تلاف او عثمان تلاف هلأ خمسة وعشرين الف نعم نعم دونك هيدا هيدا جاب كتير كبير وعندن مشكلة علما انه كمان هالشركات التأمين غطيت وما بقيت يعني ما وقفت وتكتفت وتطلعت وتفرجت في غير قطاعات ما عملوا شي وقفوا وقفوا لك حقوقك حتى لأ بقيت يعني تمشي الأمور تمشي الأمور راتقدر تشوف كيف بدك تكفي صحيح صحيح مع انه صاروا يستعملوا كلوز موجودين كانوا يعني لما كنت تروحي تعمل لفوليس التأمين في كتير اشي ممكن ما بتقريها لانه كتير كتير طويل الشرح صاروا يفندوا يعني الاشياء حتى يتنصلوا يجربوا قدمة فيهم انه لا أقل شي ممكن يقدروا يدفعوا يقولوا لك هيدا ما منغطية وانتم ديتي وانت صار فيه شوية بس إليت عقد التأمين هو عقد متبادل فيه طرفين بيمضوا عليه صح وفي حضرتك بتعرف المبدأ العام انه لا يحمي القانون لا يحمي المغفلين نليسانسي نوري للواقع صح صح مش حلوي أبدا بالعرب لأنه ولو لأنه موضوع السئة بيبقى كتير كبير بس تكون عم بتتعامل مع أشخاص بس لما بيكون عم تنضي عقد لازم تقري عقدك هذه الأزمة علمتنا كتير إشياء وخصصا بهذه الأمور بأمور بأمور العقد مالش بس لو بدي قطع وسطاء التأمين كتير مهم أنه واحد يكون عنده وسيط تأمين لأنه هو بقوم به الشغل هذا هو شغلته إنارة الإنسان الشخص يلي بده يمضي على بوليس التأمين هو شغلته وسيط تأمين ينقيلك وين الأفضل شو الأفضل الشروط لإليك فمن هيك أنه يمكن هلأ نحن صرنا نوعا لأهمية هالمهنة لأننا كنا ما بتكرير أنه نحن منعرف كل شي فينا نعمل كل شي حتى محامة ما كنا نعوز يعني مية بالمية يعني بيعرف بيعرف يعمل بيعرف كل شي هل بحق لشركة التأمين أنه تحسب سعر صرف الدولار بشكل مغير لسعر الصرف المحدد من المصارف تنقول رحتي بديك تعملي هلأ عائد تأمين ما بعرف شو ما كان مع أنه كتير لغي عقودهم ولكن هل بالأنون بيحق له هالشي هوني بدي جاوب عليه بشقين نعم الشق الأول بنا نتفق أنه بوليس التأمين هي عقد نعم وما أنها هي عقد فإذن بيطبق عليها القواعد العامة للعقد المنصوص عنها بأنون الموجبات والعقد نعم أنون الموجبات والعقد بالفكرة الثانية من المادة 301 بتسمح بلبنان للمتعاقدين أنه يحددوا يحرروا عقودهم بالعاملة الأجنبية صح شركة التأمين فيها تحدد عقدة بالدولار حيالله شي هلأصار هلأصار في كتير بالأجارات كم ينام بيحددوا بالدولار على عقود محرر عقود البيع بالدولار سيارات صح دونك إلهم حق أول شي اتفقنا عقود أنه إلهم حق يسعروا بالدولار نعم الشقة التانية شو هو هون المشكلة المشكلة أنه أي سعر أي سعر بدنا نعتمد صح هلأ أي سعر بدنا نعتمد لا لأنه أنا ما في يجي إلزميك تدفعي بالدولار يعني أنا ما في يجي لأ بيكتفعي ليون دولار شركة شركة تأمين أو صاحب الملك أو اللي ببيع السيارة ما قالوا حق يلزمنا أنه ندفع بالعملة الأجنبية بالعكس إذا بنرفض أنه نقبض بالعملة اللبنانية ما يوازي قيمة هالدولار هيدا نحنا منكون مش بس عم نخالف القانون نحنا منكون ارتكبنا جرم جزائي وعاقب عليه القانون اللبناني ونص على هذا الموضوع قانون النقد والتسليف هنقدر يعني صح دونك المشكلة تكمن أنه أي سعر صرف بدنا نعتمد أنا بمشي بالآنشين ما لنخل لهذه المشكلة ولو عندك المصارف مصرف لبنان حدد المصارف لألف وخمسة بالنسبة للقروض التجارية وأنه بدون يقبضون على ألف وخمسة هالألف وخمسة لا تلزم الأشخاص الأفراد ولا الشركات يلي ما عم تتعاطى مع مصرف يعني أنا وياك إذا عملنا عقد نحنا مش ملزمين بالألف وخمسة ألف وخمسة ما في شي اسمه سعر صرف رسمي كمان هايدي هايدي الهرطقة إنه سعر الصرف ما في شي اسمه سعر صرف رسمي سعر صرف رسمي يعني بيكون القانون نصص عليه نحنا ما عنا أنون بنحدد قد Sure سعر الصرف حكي المصرف هو المحدده هوي هوني مصرف لبنان لبنان حدد الألف وخمسة للمصارف للتعامل كيف بيتحدد سعر الصرف وقت اللي بكون نحنا مثل في لبنان في كتير دول بالتبعين بيسموه يعني بيكون فلوتان لسعر السعر بيشوفوا السوق كيف كان مصرف لبنان عم يقدر يحافظ على 1500 بالزمانات لأنه كان عم يتدخل بسوق القطع كان بيشتري دولار كان معه دولار يشتري دولار ويبيع دولار لحديث ما أنه يضلوا السعر يلي هو 1500 للدولار حتى بين العالم بين التجار لما مصرف لبنان ما بق معه دولار يقدر يتدخل بالسوق صاروا بدون يشتروا من برد صاروا صاروا مضطرين ما بقى يقدر يدخل بسوق القطع غلي وبالتالي مش نايك بتشوفي أنه صار الدولار بـ 20 ألف و 25 ألف سوق صودة مش سوق صودة لا سوق صودة يعني شي ضد الأنون كمان سعر فا هلأ المعتمدينة هلأ هنه محطين سعر فا بس هايدي كمان يعني هون هي للمصارف مش شيء أنوني مش شيء الأنون ما إجرى قال طلع مجلس نواب شرع وحط أنون وقال سعر الصرف الدولار بلبنان هو 20 ألف لا محدد صحيح وبالتالي ما في شيء اسمه سعر صرف رسمي وما في شيء اسمه سوق صودة سوق صودة يعني أنا مثلا إذا بدك سوق صودة هنه اللي عم بيبيعه هنه اللي عم بيبيعه دولار مش صيرق يعني مش صرفين صح يلي عم بيطعينس اللي واقفين اللي بقلك أنا معي هنه بديك دولار ها سوق صودة ها ممنوعة هو دي اللي بيقدر يتلاعبه والمنصات أيضا هنه كمان مفترض يعني يصير في تحرك يتحرك في القضاء ويوقف سعر إلوان سنة بيقوله بدنا نحرق وقفهم لأنه كيرسي لأنه كيرسي تخيل أنه نهار أحد صح وين في ناس عم تشتري دورهم وين في بورصة وين في سوق وين ما باري بقى لنرجع بس لأسة تل هيدا تلاتة وتسعمائية اللي اعتمدوه كمان لحتى اللي تقبض كمانه منه سعر رسمي السعر الحقيقي للدولار هيك بدنا نسميه نعم بدنا نتفع أنه ما في شي اسمه سعر صرف رسمي في سعر الحقيقي للدولار على سوق الحرة قديش هلأ اليوم اليوم ما باعف 24 و ما باعف 700 و 600 متى ما بيكون عادة هيدا هيك لازم ادفع أنا الدولار طبعي فإذا إذا إجع طلبني شركة الأسورانس طلبتني أو حيالة شخصتين طلبني بإني ادفع له 100 دولار بدي أشوف قديش حقه اليوم بنهار اللي بدي ادفع فيه وبدي أعطي إياها بيقدر أعطي إياها على اللبناني هلأ شركات التأمين عندهم مشكلة أنه هن بيحاجة لدولار لأنه لبرة بدون يدفعوا ولا بدون يدفعوا إعادة التأمين طبعا لأنه لو ما فيه معادي تأمين بالخارج لألون شركات التأمين في لبنان ما فيها تكفي كيف بها تكفي شغلة ما بيقدروا بدك معايد تأمين طب أنا كيف بدأت فعلوا بوليستو لمعايد التأمين كشركة تأمين هنم جبلوا يوم مصريات بدوا يشتري على سعر الصرف تخيلوا كانوا عم نشتروا على سعر الصرف وعم يعملوا على الأف خمسة حوف طيب شو عملوا لشركات التأمين هيك تقدروا مشوا حالهم بهيدا الفترة شو أخدوا خطوات يعني شركات عمتوك يمكن شواء في شركات بيعطوا شواء كمانا في شركات وهلأ بعضهم في بعض الشركات هلأ بعضها بتقلك يا بتدفعي يا ترانسفير بانكار إذا عنديك حساب بالدولار بتدفعيلون يهم الدولار أو لبناني بتدفعيلون يهم باللبناني أو بتقبض شكات في منهم قبلوا يقبضوا شكات وفي منهم بيعطوك بيقولك يا هيك يا هيك يا فراش يعني يا بتدفعيل يهم كمانا هي فراش بتزعجني إنه كأنه الدولار اللي معنا بالبانك ما بقله إليه حلس هيداك مش موجود ما بقى حتى يحكي عنه مع إنه لأ هيدا الشي مش مقبول الدولار موجود وهيدا حقنا وهيدا وديعة عند المصارف وعلى المصارف إنه بترجع تدفعي لنا إياها المشكلة ست إليت منا عند شركات التأمين المشكلة ولا عندك ولا عندي ولا عند المالك ولا عند بيع السيارة المشكلة بالمصارف مش بشركات التأمين هي اللي وقفيت وهي اللي عملت إدارة خاطئة هيدا أخطأوا بالإدارة طبعهم طيقوا ليه ما بق معنا سيولي يعني هن عندهم خطأ بالإدارة لو ما في هالخطأ بالإدارة كانت شركات التأمين ماشي حالة ونحن ماشي حالة وعم ندفع مظبوط يا ملاء ولاش نحن عم ندفع التمن تمن خطأهم ولا من يحاسب يعني كمانا خالي بدك محاسبة على كل الأصعي دي بالدولة اللبنانية خلينا رشوها على انفجار المرفق اللي بعضهم لليوم الأكترية ما أبضوا التأمينات تبع الشركات بسبب الأضرار اللي صارت كانوا ناطرين نتيجة التحقيق لأنه يبدو أنه حسب النتيجة يكرر إذا يدفع أو لا هل صار في تحلحل بهالموضوع السيارات في عندك الأسيرانس في في كتير أشخاص عاملين كانوا تأمين على حياتهم التأمينات الصحية الأشخاص يلي دخلوا إلى مستشاة بعد ولهلأ قم يتعالجوا شو صار فيهم كلهم وفي الأضرار كمان أضرار خلينا بالبشر ننسى الحجر لأنه رغم كل الجمعيات اللي نحكى عنا أنه عم يتساعد بتلاقي أنه الأليل 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 من الأشخاص هني اللي عان جد تساعدوا من قبل جمعيات مشكورين يعني بس ما بعرف ليه ما طالوا عدد كبير الواقع هو بنرجع كمان للإنون شو بدي أعمل بدي رجعك للإنون دايما بالجزء الخاص لأنه عقد التأمين هو من العقود المسمات بقلب إنون المجيبات والعقود وأفرد له المشرع اللبناني جزء خاص بنص بس هيدا قواعد خاصة لعقود التأمين مع أنهم ما عليش بس بدي أفتح برانتاز صغيرة آخرين كتير نحن بالبنان أنه ما يكون في عنا قانون تأمين لوحده يعني يعملوا كومبيلياسيون كود ديزا سيرانس للأسف بعد ما عنا عنا شقفة قانون هكي مش قوف شقفة محتوطة بقانون لوحده وشقفة بقلب مجيبات العقود وكل شوية بيطلع لنا ليش ما بنعملهم كومبيلياسيون يدعي هالأشخاص لا يبلشوا يشتغلوا عليهم لأنه حرام أنه نكون هيك نعم لنرجع لقصة المرفق ليش كانوا ناطرين أو جزء كبير كان ناطر لأنه في جزء دفع دفعوا بالألفان وعشرين يعني ما طولوا كتير لأنه يدفعوا صارت بقود في ناس بسبتامبر وبأكتوبر بنوفمبر وبديسمبر أبدوا شركات تأمين دفعتلون علما أنه شركات تأمين بعض ناطرة هي ما قدرت تقبض من الريع سرار طبعا لأنه بعد ما طلع لأنه أنه لم يجبت ولا قود بيقول أنه بالمبدأ الأعمال الحربية ما بيغطيها عقد التأمين إلا إذا نص عقد التأمين على تغطيتها وعادة اللي بديو يحط نص أنه هايدي نحن منغطي أعمال بيقبضوا بريم عليها زيادة وشان هيك العالم ما كانت يمكن في كتير عالم ما كان خلاص ما كنا نطلبها ما كنا نطلبها من هيك شركات التأمين كانت منتريسة وشركات التأمين كمان علي يعني كمان أنه هالشركات اللي بدي تدفع ما هي كيف كمان بتقبض من الريع سرار طبعا إذا بعد ما طلع نتيجة صح إلا مش ناك كلنا ناطرين التحقيقات علما أنه لا شركات التأمين غطيت وبعدها غم بتغطي من بارح كنت مع اتصال بإحدى شركات التأمين أقول لأ نحن عم نغطي وعم بيمضوا مرات في البعض منهم عم بيمضوا العملاء على أنه نحن بنغطي لك ونتفع لك بس إذا طلعت نتيجة التحقيق عميل حربية وطلعت منك مغطى بيرجع بده يرجع يرد هادي هادي كيف هادي ما بارك كيف بده تصير يمكن يكونوا عندهم طريقة معينة بصراحة ماني مطلعة كتير عليها بشكل مفصل بس هادي بيدرة منيحة من شركة التأمين أنه أموة مشي حالك لكنا شفنا شو بده يصير تماما بعد نطود مين بيعرف إمتى بده يطلع على عمل أنه يطلع القرار قريبا ونقدر نوسع لنتيجة ومشكورين شركة التأمين ما اتمقلت أنه بعضهم عم بمشوا الحال بكتير بس من هلأ وبررايح من سنة الجديدة بعتقد وحتى هلأ بلشوا يطلبوا أنه تدفع فقط بالعملة الصعبة مشكلهم أنا عندي تجديد هلأ لبوليس التأمين طبعي وقالولي فيك تدفعية بالدولار الموجودين بالبونك إن شاء الله إن شاء الله يظلوا مكملين على القليل الاستمرارية لو وجودهم أو بدهم يضطروا للأسف يمكن يوقفوا عمالهم أو مثل ما قلت هيك يدمجوا بمكان ما دكتور عالين أنا بدأ أشكر كياريت معنا كان وقت أكتر بنشوفك بحلقة حتى نحكي عن موضوع الإجارات السكنية والتجارية يلي كمان هيدا صار فيه بعتقد إشحاف كبير بحق المالك والمؤشر شكرا إليك ومشوفك إن الله رد قريب مشاهدينا بريك ونكمل معكم